السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل باسماني معكم الأستاذ الصفاء من قناة يوتيوب كل باسماني الأول مرة أعجبوا الفيديو بإنستاذ تشترك وفعلنا الجرس اليوم بإذن الله تعبير عن علم من علام الجزائر شخصية تاريخية عندنا جميلة بوحيرد وعندنا كنان لالة فاطمة نسومر الاثنين في فيديو واحد نقرأ الأول عن جميلة بوحيرد وصف جميلة بوحيرد يارب يعجبكم الفيديو موجود في قناة يوتيوب والتعبير آخر عن جميلة بوحيرد وموجود أيضا في قناة يوتيوب تعبير آخر عن لالة فاطمة نسومر يمكنكم اطلاع على فيديوهات القناة ربما تستفيدوا أكثر أو يعجبكم الفيديو الآخر نقرأ على بركة الله التعبير الأول جميلة بوحيرد رمز من رموذ الثورة الجزائرية ومن المناضلات المناضلات التي ساهمنا بشكل كبير فيها الثورة دي مقدمة كده أترك بياد مسافة كلمة بياد يعني فريغة مسافة كلمة مقدمة لمحة بسيطة عن الموضوع سطرين أضع نقطة في نهاية المقدمة العرض ولدت جميلة بوحيرد في حي القصب عام الف تسعمائة وخمسة وثلاثون ميلادية بالجزائر العاصمة وهي البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها ربتها أمها على حب الوطن والدين وذكرتها بأنها جزائرية لا فرنسية كما التحقت بمعهد الخيطة والتفصيل فقد كانت تهوي التصميم الأزياء ومرست الرقص الكلاسيكي وماهرة فيه ركوب الخيل انضمت جميلة إلى جبهة انضمت انضمت جميلة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائري للنضال ضد الاحتلال الفرنسي وهي فيها لشرين من عمرها زرعت القنابل في طريق الاستعمار الفرنسي وقد ألقى القبض عليها عام الف تسعمائة خمسون ميلادية وتعرضت لأشد أنواع التعذيب وتعرضت لأشد أنواع التعذيب وحكمي عليها بالعدام ولكن العالم كله صار فعدي إلى السجن إلى مدى الحياة وبعد تحرير الجزائر عام الف تسعمائة اثنان وستون خرجت انتهيت كده من العرض العرض ذكرت هنا حيات جميلة بوهيرد وصف جميلة بوهيرد الخاتمة جميلة بوهيرد رمز الكفاح والنضال ومضرب المثل في التضحية والتحمل جميلة بوهيرد رمز الكفاح والنضال ومضرب المثل في التضحية والتحمل وممكن نضيف كمان وسيظل اسمها في صفحات التاريخ ولن ننساها أبدا وسيظل اسمها في صفحات التاريخ ممكن نكتبها وسيظل لو تريدوا إضافة لها لو إضافة الخاتمة سيظل اسمها في صفحات التاريخ ولن ننساها أبدا دي كده الخاتمة أضع نقطة التعبير يبدأ ببيض ينتهي بنقطة ده الموضوع الأول عن جميلة بوهيرد تطل من أبطال الجزائر إذا تريدوا بموضوع أقل يمكن تلخصوا العرض يجعل المقدمة كما هي ويجعل الخاتمة كما هي ولخصوا في العرض إذا كنت تريد عشر سطور أو كنت تريد اتناشر سطر أو ممكن تصغر خطك شغل عقلك ومخك وممكن تصغر خطك الموضوع الثاني عن لالا فاطمان صمر لالا فاطمان صمر واحدة من أقوى رموز المقاومة في تاريخ الجزائر والوطن العربي دي المقدمة العرض ولدت فاطمان صمر في عام 1830 في عين الحمام بمنطقة القبائل ونشعت في عائلة محافظة فكانت ملتزمة ومتدينة حفظ القرآن الكريم وهي صغيرة جدا كما أنها ثعة الزاكرة قوية وشجعة عزيزة النفسي ومجاهدة فأفضت الزل والاضطهاد فمنذ صغرية تسعي للاستقلال والتخلص من الاحتلال الفرنسي وفي عامها العشرون انضمت للمقاومة الجزرية للدفاع من الوطن ونيل الحرية والاستقلال وتم تكريمها من خلال إطلاق اسمها من خلال إطلاق اسمها على العديد من الشوارع والجامعات هاصراء العدو منزلها وقبض عليها فتألمت كثيرا وتوفيت عام 1863 ميلادية ولم تتجاوز نكمل ولم تتجاوز الثلاثة وثلاثون عاما دي الخاتمة لا لفظنا نصمر من رمز رمز من رموز المقاومة أو من رموز المقاومة الجزرية ستصل في زاكرتنا وفي قلوبنا ولن ننسى أبدا رحمه الله وأسكنها في سيح جنة رحمه الله وأسكنها في سيح جنة اضع نقطة طبعا جميلة بوحير ما زالت على قيد الحياة حياة أما فاطمة نصمر من الشهداء مقدمة سطرين لم حصلت على الموضوع الخاتمة خلاصة الموضوع أو يعني سلتاج أو خلاصة هنا دعاء برضو رحمه الله وسكنه في سيح جناته العرض نكتب كما نشاء في العرض العرض يكون طويل مقدمة سطرين خاتمة سطرين أو ثلاثة لا أكثر نلتزم عندك تابعة الموضوع بعلمات ترقيم الفاصلات بين الجبن والأخر فاصلة نقطة في نهاية المقدمة نقطة في نهاية العرض نقطة في نهاية الخاتمة أشكركم شكرا جزيلا لحضراتكم لو أعجبكم الفيديو خلوشنا باللايك والاشتراك إذا كنت في أول مرة تسمعني أكيد ستستفيد لو اشتركت في القناة قنوات تيوك مخصصة للتعبير والإنشاءات والوضعية المجيح والحلول والتلخيص والدروس إزاعة مدرسية تقارير رسائل إلى فتاة وغيرة من محتوى القناة أراكم في البدهات القادمة أدوم أنتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة